سلام عليكم ازاكم عاملين ايه? انا احمد جويش في دي قناة برو معلم بكم في فيديو جديد والنهاردة معنا مراجعة الحلقة 18 من الموسم الرابع من انيمي اتاكن تايتن. لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة الاول مرة تشوفني ويالله بينا نبدأ. وقبل ما نتكلم فيها بتفاصيل حاببا اوضح طبعا ان احيبقى فيه حرق لا حدث الحلقة للي ما شافهاش. والتاني حاجة عايز اعترف ان اتاكن تايتن بقى قادر يتلعب بمشاعري حرفيا يعني خد حب الشخصية دي احبها خد اكره الشخصية دي اكرهها بقى مسيطر عليها تماما. واتمنى ان يعني يفضل مسيطر عليها كده والنهاية تعجبني في الاخر ما يجيش يغزلني بنهاية مش وحلو. الحالة اللي فاتت كانت انتهت على ان ايرين في موقف لا يحسد عليه وخلاص يعني نهايته بتقترب وراينر خلاص تمكن منه. ولكن هنا بتبدأ احداث الحلقة ونشوف ان ايرين لسه ما زال عنده طاقة وما زال عنده قوة وبنعرف ان يعني قوته اكبر مما كانت نتصور. وعلى الرغم برضو من ان طاقته بقت قليلة جامل لكن برضو بنشوف ان هو ازاي بقدر التصدق لراينر. ورغم ان الحلقة اللي فاتت ثابتنا كده ان هو هيبقى في الحلقة الجادي كلها اكشن وكلها ضرب. لكن الحقيقة ان مشاهد الاكشن في الحلقة اللي موجودة قليلة جدا. لكن هما معوضينه بالحوارات اللي كانت كويسة جدا وفي مشاهد حوارية جميلة قوي قوي يعني عوضوا هنا المشاهد الاكشن بمشاهد الحوارية اللي قادر التوازن الكفة. ويعني تعوضنا عن قلة مشاهد الاكشن. مش بس كده كمان لا ده احنا بنشوف جنب درامي جميل جدا جدا جدا. وان ان انت اصلا تبقى مهيالي الحلقة كلها على ان انا هاجي اشوف مشاهد اكشن وكده. بعدين تجيب لي جانب درامي وحوارات ومع ذلك. انا ما ادقيقش ده في حد ذاته نجاح كبير جدا جدا. احنا شوفنا جانب درامي كان جميل قوي ويعني مكلف بالحوارات الرائعة والمشاهد الحوارية الجميلة. اللي خليتني انا مش عايز مشاهد اكشن عايز اشوف الناس دي واشوف يعني هيدوني مشاهد الدرامية ازاي. خصوصا الجانب الدرامي اللي شوفنا من شخصيتين جاري وفالكو. الشخصيتين دولت اللي اعتقد ان هم مازال ليهم مستقبل معنا في المسلل كبير قوي. وهيبقى ليهم ظهور قوي. ويعني اتوقع كده ان احتمال ممكن مفتاح انتهاء الحرب دي كلها يبقى هم الاساس بتاعها. بنشوف كمان ظهور زيك في اللي احمل الله الكرد. وان هو ازاي بيطلع ينقذ ايرين من الناس بقى كان هيتكاتروا على ايرين كلهم. لكن هو قادر ان هو يزهر وينقذوا شوية. ولكن نهايته ما كانت شيئات دي كده ان هو خطلت مدفع فقفها على طول. اه بس يعني ما جابوش طبعا ان هو مات ولا ما ماتش بس اكيد مش هيموت يعني. وانا ازعل جدا لو مات. ليه ازعل? لان اللي كان ممكن يقتله بتاع تلات اربع مرات وكل ما يشوفه كان ممكن يقتله. وعزلك ما كانش بيرضل ان هو معاه قوة عملاك فكانه بيفضل ان هو حد ياخده القوة دي فما كانش بيقتله. فان انت بقى تيجي تقتلهولي في هبا كده يعني اللي هو على طول طلق فقفها ما توقع. اكيد ده طبعا لا يعني وكيد دي حاجة تحس ان هو اللي عملاق الكرد ده مهزة. هو انت اي حد كده بيقتلك يعني خلاص. بس بنشوف ان هو ايرين ليهم دوافع تانية وليهم خطط تانية ولكن بقى مستنين التفاصيل في الحلقات اللي جاية. معرفناش طبعا حاجة عن ليفايل. ليفايل هو واحد من اهم الشخصات في المسلسل كله واحد يعني من اكتر الشخصات المحبوبة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير هو رقم واحد في المسلسل. شوفناش حاجة عنه ولكن ان لما ركزت في الانترو لقيت ان هو بان لقطة كده بس جزء مثل ثاني يعني جابوه بضاهره كده في الانترو ان هو موجود فده يعني شيء كويس يبا ان هو هيبقى موجود معنا في الحلقات اللي بعدها. شوفنا ازاي ان مكاستا بدأت تستعيد الثقة في نفسها مرة تانية وبدأت ان هي ايه ترجع بعد ما ايرين كان دمرها نفسيا وحسس ان هي ولا حاجة. وشخصيتها كانت عنابت لا فلاحزنا ان هي بدأت ترجع تاني وبدأت ترجع وحيبقى برضو اكيد ديها مشاهد قتالية من بتاعتها لانها التانية اقوى واحدة بعد اللي في بالنسبة للناس اللي مش عاماليها. شوفنا كمان ازاي ان هي ثابت الوشاحة الاحمر اللي كان ايرين مدهولها يعني نظرة لي اللي هو خلاص بها اللي ادرع التحدي واللي مش محتاجة ايرين في حياتها. واول مرة النهاردة في المسلسل من ساعة تغيير الستوديو انا احس ان فيه فرق في الرسوم. الرسوم بالنسبة لي كانت يعني عداية مختلفة اقل شوية من قبل كدا ولكن برضو اللي هو مقديها الغرض بالنسبة لي وكدا بس في الحلقة دي والنهاردة يعني اول مرة احس فعلا بفرق الرسوم بين الاستوديو القديم والاستوديو الجديد. طبعا هيظل اللعاب الوحيد بالنسبة لي في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي واي حلقة جاية انها خلصت الحلقة بتخلص فعليا انا قبل ما نعمل اي حاجة يعني انت بتحطيني بقى على اول الطريق واندمج معك ومستاني اشوف اللي حيحصل تقوم مديني واحدة في عيني لا 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 ما تعملوش فاكده انا عايز اشوف اللي حيحصل انا ما بحبش هجمعة اتفرج على تاكو الطايتن يعني كل حلقة ما تنزل اشوف انا كنت بعمل في السيزنز اللي فاتت كده انا متابع على فكرة من اول ما نزل كنت باشوفه فاكنت باستنى اما السيزن يخلص كله على بعضه اتفرج عليه لكن انا طبعا دلوقتي يعني عشان مضطر ان انا بعمل فيديو وكمان عشان ما يتحرق ليش اي حاجة فمضطر اشوف الحلقة بس فعليا يعني الموضوع صعب جامد صبعا الموض ساعة بس بتنتهي بنهاية اللي هو نهاية صادمة فبتخليك اللي عنا عنا بحستنى اسبوع لسه فاقول لك لا انت عايز بقى تشوف اللي حيحصل تقولوا اه قلوك استنى اسبوع بقى اسبوع جاء ان شاء الله زايد رقتي بالزبط تتعرف ايه اللي حيحصل. وبس كده عزيزة المشاهدين كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اشوفكم بقى تاني فيديوان جاية كتير ان شاء الله وتنسونا اشبه لايك وشير للفيديو اللي هو عجبكم واشتراك في القناة بلسه مش مشتركين. سلام اشتركوا في القناة